صعبان عليك كابتن عصام لما تطلع عايز تبرر ومش لقي عذر قال لك التحقيق في حاجات تانية هي دي الحاجات التانية كابتن عصام احنا عايزك تحقق بقى في الحاجات التانية احنا قلنا لو دي فيها تحتمل التقدير وبعدين يقول لك ده دليل انه مش عارف يبرر يلو حاجة لا اقول لك حاجة لا استناني بس لان دي هنابي ما تقطعلي يا ابكاري قال لك التمركز الخاطئ للحكم الخامس اللي هو كان مشارك في اللعبة ده الحكم الخامس جانب منهم نبه شوارب فراجنا على التمركز الخامس لان الراجل ده مستفزة اوي بصراحة اتفضلوا التمركز الخاطئ فيه تمركز اصح من كده ايه تاني شايفين بصوا ده الراجل في قمة تركيزه ده يكاد يكون هيلعب يعني هو بصوا بصوا يا كابتن عصار هذا التمركز اهو هذا الحكم الخامس بصوا بقى تأهب وتركيزه مية في المية يعني تمركز خاطئ صده واش مانس التمركز الخاطئ للحكم الخامس هو ليه بيقولك التمركز الخاطئ للحكم الخامس عشان يبرأ ابراهيم خالص طلعه من الحزب التمركز الصح على فكرة تحركات ابراهيم نور الدين كانت عشرة على عشرة تحركات الحكم الخامس عشرة على عشرة تحركات اللاينزمان عشرة على عشرة النواية صفرة على عشرة ولذلك الكرفتات السوداء ما كانش يوم كتحكيم وهم اللي قالوها بس انا عايز اقولك حاجة دي اللي فكرتني بقى الفقرة الجاية اللي انت قسمتها كنت عايز اكملها لكن شوارب عايز يطلع فاصل أستاذ ابراهيم جبنا مجموعة من الأخطاء وقالك أخطاء ثلاثية الأبعاد ثلاثية الأبعاد يعني ايه يعني انت مش بس بتغلط عشان تعرقيني ده انت بسهل للمنافسين بتوسع للمنافسين وتزنق على الاهل وان كنت انا كانت صاحب وجهة نظر بس هو كسبني فيه كنت عايز اركز على الأخطاء اللي تمسيني انا لان انا لو خدت الأربعة بونت دول اللي غلط فيهم والتحكيم ولغالي ما حسب ليش ضربة جزاء ولغالي جون صحيح في ماتش الاسماعيلي لأ كنت اطلع كسبان في الماتش بتانبرح اطلع كسبان كنت زماني دلوقتي فارع عن اي فرقة خمسة بونت بس انا لما بقى ماشي باجري في مدمار مع منافسين اي تسهيلات غير قانونية هياخدها المنافس بتاعي اللي اصلا انت اكسبتني ده بالاختصار مني انا من حقي انا انا اذا كنت باعترف انت اكسبتني انا كنت عايز اصر على ان اركز على نفسي قلت لي لا التوسيع التوسيع بقى فيك حاجات مش احنا بس اللي حنقولها انتظرونا فيه مفاجأة بعد واسع طريق اللي جاي فوضى اكتر بعد الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة